هل الكسل صفة وراثية أم مكتسبة؟ وهل للجينات ونمط الحياة علاقة بذلك؟ أسئلة ردت عليها دراسات حديثة أجرتها جامعة أوكسفورد البريطانية وفلوريدا العالمية في الولايات المتحدة الدراسات أرجعت الأسباب إلى جينات لدى الإنسان تسبب الخمول وتحول دون أي نشاط بشري من ضمنها الحمض النووي والذكاء والأمراض المزمنة وأوضح العلماء بعد تجارب أجريت على عدد من الأشخاص أن الكسل والخمول ينبعان من صفات متوارثة وليست مكتسبة وينحصران بشكل محدد بعلم الوراثة الخاص بنشاط الإنسان كما تبين أيضا أن المفكرين هم أقل نشاطا من غيرهم كما أن قلة النشاط تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة بينها أمراض القلب والسكر والسرطان العلماء نصحوا أخيرا بممارسة أنشطة رياضية من ضمنها السير السريع لتفادي خطر الموت المبكر المرتبط بالجلوس ثماني ساعات أو أكثر يوميا دون حركة ووفقا لتقديرات فإن عدم الحركة يتسبب في حدوث أكثر من خمسة ملايين حالة وفاة سنويا ويرفع معدلات البدانة بين النساء أكثر من الرجال